دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المؤمنين من كافة الطوائف الدينية إلى أن يكون يوم الخميس الرابع عشر من أيار الجاري يوماً عالمياً للصلاة من أجل الإنسانية وناشدت اللجنة كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني والتوجه إلى الله بصوت واحد من أجل أن يحفظ البشرية ويوفقها لتجاوز جائحة كورونا وقد رحب كل من قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب بهذه الدعوة داعين المؤمنين من جميع الديانات بأن يتحدوا روحياً في هذا اليوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية والدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على هذا الفيروس وأن يوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة